العملية هي الاستمتار الصناعي أولاً أريد أن نقول لكم أن بلدنا والحمد لله فهي من بين دول قليلة التي لديها الإمكانية لكي تقوم بذلك وعندنا تجربة كبيرة بل أكثر من ذلك أننا استعملناها كذلك في العديد من الدول الإفريقية الصديقة وجاءت المالك صار شخصياً على إعطاء انطلاق لبعض منها هذه العملية هي الاستمتار يجب أن نفهمها هذه الاستمتار الصناعي فهي تدار بأدوات معينة ولكن كذلك تدار مني تكون الغيام عامر عنده حمولة وبثالثاً اختار فوقش الوحيد يدخل لأن النار هي مكلفة لكي يكون لديها وقع حقيقي النقطة الثانية وهو أنه اليوم في بلادنا لدينا هذه العملية فهي تدار في بعض المناطق التي هي محددة تدار في المنطقة الأزلال تدار في المنطقة الحاجب والمنطقة البلملال هي التي فيها عندها الأسطول باش يمكننا نقوم بذلك وبالتالي هذه العملية قمنا بها في 2021 كانت دارت 21 مرة في 22-27 مرة في 2023-22 مرة وفي 2024 درناها بالمواد الأرضية 30 مرة وبالطائرات 40 مرة درناها 70 مرة وقعت كثيف ديال هذه العملية وليوم قررنا أننا ترابيا نوسعها كذلك مناطق أخرى باش ممكننا نضملوه كذلك إنه يكون استفادة بذلك ويكين باش نكون واضحوا والمغربة يعرفوا ديكش اللي تكتب رواه خطأ هاد الفيضانات اللي كانت في المناطق الشرقية أو بنسبة الجنوب الشرقي فلم يتم هناك استعمال هاد التقنية باش يكونوا واضحين هذه قدرة إليها والحمد لله لأمور تكون واضحة فيما بيننا وشكرا شكرا